أنا فخور أن يكون فيه أصدقاء وضيوف أعزاء أستاذ إيفا بوتروس أهلا وسهلا بيكي أهلا بيكي أساس يوسف السمير منورناك العادة أهلا بيكي إيفا أحبت أبتدي معاكي تعالي تتكلم على فكرة الوطن مبدئا هي موجودة في المسيحية ولا لأ والمسيح ده كان مواطن ولا كان بوعس من السماء وطلع تاني هو كان بيتعامل إزاي مع فكرة الوطن في رأيك التجسد بتاع الرب يسوع أقوى حاجة تقول إنه اتعامل مع الوطن وإنه كان مواطن هو ما عاش من السماء ولا من بعيد علشان يبقى في وسطينة هو نازل وعيش والكتاب بيقول إن كان ليه بلده كان ليه وطنه كان ليه مدنته آيات بتقول ده بالنص إنه عايش كمواطن في وسط البلد وينتمي لها وقلبه موجود فيها حلسيس المسيح كان من السماء فآه نزل لكنه في آخر كان السماء هو كان جاي عارف إنه هو يومين وماشي جاي قدي مهمة وماشي ليه جاي الانطباع بتاع أنه هو من وطن ده هل ده نفس الانطباع اللي عند حضرتك إنه هو حاسس إنه هو كان مواطن للأرض دي؟ طبعا يعني فكرة إن المسيح إله كامل وإنسان كامل تفترض إنه الإنسان الكامل ينبغي أن يعيش في وطن ولو ما كانش عايش في وطن ده انتقاص من فكرة إنه إنسان كامل صحيح فهي حتى العيشة في الوطن دي ممكن تؤثر على فهمنا اللهوتي لشخصية المسيح المسيح جاي زينا بالزبط عايش زينا بالزبط بكل الظروف اللي احنا بنعيشها بكل المعطيات الإنسانية اللي الإنسان بيستخدمها وبالتالي فكرة الوطن كانت جزء من وجود المسيح إنه عايش في وطن والحاجة التانية كمان إنه إحنا دايماً بنحس إنه المسيح وكأنه جي عشان يموت ويمشي لأ هو جي علشان الكلمة صار جسداً وحل بيننا يعني عاش في وطن وبالتالي هو جي علشان مش بس يعلمنا إننا هنموت إزاي لكن هو جي علشان يعلمنا إزاي نعيش كمان إزاي نحيا مش بيجي لك ساعات إيفا الانطباع عنه المسيح جاي اختراقي يعني هو لا أنا مش متفق معاك وإن هو جيب نفس الفكر بتاع الوطن هو كان جاي لمهمة المياه كان جاي عنده أجندة فنزل في أرض فلسطين وقعد عاشه فيهم هو كان فيهم طبعاً كل حاجة وبعد كده رح مجمع حوالي 12 واحد علمهم شوية حاجات وبعد كده رح مقسمهم في البلاد مختلفة الرجل ده جاي بأجندة عايز يبثها في المكان هو فيه وبعد كده عمل خطة ما استعمار ثقافي مش استعمار عسكري فلا هو ده مش مواطن ده جاي حد جاي عنده أجندة يعني أنا متهيق لي ربي يسوع أكتر واحد أقول ما عندهش أجندة الأجندة الوحيدة اللي كانت عنده هو حب هو كان جاي يدي حب غير محدود لكل اللي قرب منه بس ده عاش بكل ملامح الإنسان زي ما حضرت الأسيس بيقول من طفولته لغاية ما اعتقدش اللي عنده أجندة عاوز يتمامها يتولد في مزود زي اللي تولد فيه ما اعتقدش انه يتبهدل ويتمرمت يعني يروح على طول لآخر النقط ويعمل الحاجات ما اعتقدش انه يعيش يساعد بابا أو يساعد يوسف النجار في النجارة ما اعتقدش انه يختار يمشي في الشوارع ويقعد مع الناس وعلى جبل وفي بيت وانزل من على الشجرة وتعالى ونعمل ونسوي اعتقد ده واحد عنده أجندة يعني يعمل كم نقطة اللي عليه يعملهم هو اختار انه يعيش حياتنا الأرضية وإنسانيتنا بكل ضعافاتها عشان كده الكتاب يقول كان مجرب في كل شيء مثلنا اللي عنده أجندة ما يخشش في الحاجات دي ينجز يعني مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطير اعتقد ده مش بتاع الأجندة خالص طب هو كان عنده أجندة ما عاملش اي حاجة ما عاملش اي حاجة للبلد هو الجيه عايز يغير شوية ناس فجاب شوية تلاميذ ووزعهم وقالهم غيروا وشوفوا احنا نرجع احنا هنرجع لدعوته هو دعوته انه يعمل ايه انه يغير من خلال ايه من خلال وجوده في مكان من خلال وجوده في مكان لكن لو هو نزل في اوروبا كان عامل نفس اللي عمله لكن كان هيبقى مواطن برضه لا مواطن ليه وفارق هو عامل ايه للبلد انا ليه فلسطين دلوقتي انا لما اقول النفس ان انا انا مواطن مصري ايه اللي يقولي ان انا مواطن مصري ان انا ما عايش في البلد دي سواء انا عملت حاجة فظيعة للبلد او ما عملتش حاجة فظيعة للبلد لكن بيزيكري انا مواطن في هذا احنا بنقر حقيقة ان يسوع كان مواطن في بلد عنده بطاقة فلسطينية صح ايوة طبعا وبيشتغل وبينجز لما كان بيشتغل علشان في النجارة ايه هو مضطر يعمل كده نحن يكون عايش اه طيب يبقى عايش بملامح الانسان المواطن اللي عايش في البلد لا هو عايش بواحد عايز يكون عايش طبعا اوز اسألك يا مايكل لما قال انتم ملح الارض وانتم نور العالم طبعا ما يقول انتم اكرزوا واعملوا وسووا وخلاص هو كان بيحط اساسات انك متوقع منك انك توجد في وسط المجتمع وتصنع فرق وتؤدي الى نتائج مختلفة للمجتمع يعني ملح ونور وكان بيقول لا تخفى مدينة موضوع على جبل كان بيقول اذا فسد الملح فبماذا يملح هو كان شايف يا مايكل ان المواطن ده له دور يصنع فرق في المجتمع مش يحقق حبة مهم في الناس يا ايها في الناس ايه وما هو المجتمع هو الناس لا انا متفق معاك انه هو كان نازل عشان يغير في الناس وحياة الناس وكل حاجة لما بص على كل القادة العالميين اللي شوفناه في العالم نبص على غندي نبص على الكويس الوحش اللي فيهم نبص على ناس وكلت ليهم سلطة وشهرة وقدر على التغيير المسيح اهضرها لانه كان ممكن يعمل اكتر لبلده اللي هو كان عايش فيها وتولد فيها كان ممكن يغيرها ويحررها ويعمل لها نظام افضل من انه هو يقعد اياد يبقى انت بتقول انه هو يخون دعوته ليه؟ هو دعوته انه جاي علشان يغير الناس مش عشان يغير المستعمر مش عشان يغير النظام السياسي ده دعوة غندي دعوة غندي لكن دعوة المسيح اللي قصد الله انه هو يقوم بيها في ملء الزمان هو انه يفضي الانسان هل فداء الانسان زي ان انا غير نظام سياسي؟ فداء الانسان اقل من ان انا غير نظام سياسي؟ لا لا فداء الانسان جميل هو ده دعوته بس احنا مركبين الوطنية على المسيح رغم عشان يبقى عندنا مثال جميل نحط عليه كل عاجة حالوة لكن هو مش ليه مش عايزين نعترف انه مسيح جاي بالهدف روحي هل غندي اكثر وطنية من المسيح؟ كنت هسأل جميل سؤال اقول لي ازاي؟ لانه غندي كان عايز يفيد الانسان وكان عايز يغير النظام اللي عايش فيه الانسان عشان يمتد لجزء طويل عمل ايه مختلف في حياته فعليا غير انه دعا الى هذه الدعوة ايه اللي عمله فعليا؟ غندي؟ ليه؟ ساعد ونظم الموطنين اللي في البلد انه ازاي يكون ودعا الى انتخابات دعا الى نظام سلمي للتغيير المجتمعي والنظام السياسي اللي في البلد لا غير للمدى الطويل في البلد عش في الانسان ايه يعني دلوقتي انا لو انا معلم كويس جدا 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 كويس وطلعت من تحت ايدي اجيال بس ما غيروش في السياسة بتاعة البلد قال انا اكون اقل وطنية من شخص عمل احزاب وعمل زي عندي تبقى شخص جميل وكل حاجة لكن ما يتقلش عليك وطني ازاي؟ وديك الصبغة لوطنك راجل وطن لا انت راجل كويس انا شاف ان انت رابط الوطنية بالسياسة انا شاف ان انت رابط الوطنية بجزء واحد بس هو التغيير اللي من فوق لكن لو فيه واحد لو الزبال بيعمل شغله كويس هو راجل وطني ما بيخلش بلده بيعمل شغله لو المدرس بيعمل شغله كويس هو راجل وطني لو انا كأسيس بيشتغل كويس في كنيستي انا راجل وطني ليه احنا رابطي انا حسك انك رابط الوطنية بالسياسة مثل الساميري الصالح اللي قاله الرب يسوع بيقول واحد مر ولقى واحد مجروح ومتبهدل في الأرض ويعني أنا عاوز أقول أنه سخر من الكاهن واللاوي وقال لك ده مر وجاز وعبر لأن عنده مهمة روحية والتاني جاز ونظر وشاف الاحتياج ومر والرب امتدح بطريقة مش طبيعية واحد سامري طبيعي مواطن عادي خالص وكان يقصد اللي بيقوله وهذا سامري عمل ايه بقى وقف توقف عن سيره في حياته ونزل زيت جاهز عشان يكون ليه دور مواطن بيقوم بحاجة في البلد وضمد الجراح نزل من على الدب بتاعته وركب عليها اللي محتاج خده لأوتل وحطه وصرف عليه وعمل انا شايفة كل ملامح المواطنة وكل ملامح البعد عن الروحانة والاجندات بتاعة الكهن واللاوي اللي قالها وقال انت مطلوب منك انك تعمل ده انت عارف يا مايكل ده معناه ايه؟ انك تتورد في احتياجات الناس اكتر من غندي تتورد في احتياجات الناس المحيطة بيك وتبقى جزء منها وتبعد عن خط سيرك اللي انت كنت ماشي فيه وتبقى معدل انك تأثر في الناس دي بالطريقة دي هو اللي اكلهم وشربهم مش وعظهم وسبهم هو اللي قال لي في لوبوس احنا محتاجين قدقى عشان الجماعة ياكلوا يعني واحد غيره يقول انا خلصت الوعزة وانتهيت كل واحد يروح لحاله بس كان يهتم جدا هو اللي كان بيروح البيوت ويعود في قصة الناس وفي نفس الوقت بيتعامل مع احتياجات الناس الشخصية احتياج احتياج هو مواطن للاخر يعني مش فاصل نفسه عن احتياجات الناس عشان يقول المسج اللي حط اعتقد انه احنا هنطلع على فاصل دلوقتي لكن لما نرجع ناخد نفسنا كده ونتكلم على فين اماكن التماس بين الدور الروحي لمطلوب ودور الوطني لمطلوب هل الدور الروحي مستعيد عن دور الوطني ولا هل هم هم ولا مختلفين تعالوا نخرج ونسمع بعض الاراء بتاعة ناس جاوبوا على اسئلها في الشارع وبعد كده نرجع نكمل الحديث مع حضرتكم يسوع كان مواطن صالح يسوع كان احسن مواطن في الحياة حسب المعنى يعني مثلا في الحتة بتاعت لما قال بطرس ادفع ادفع الجزية فهو يعتبر مواطن صالح بس في الحتة اللي تختلف مع مبادئه والتختلف مع الحاجة اللي هو جاي عشانها بيوقف الدنيا مش بيشوف الصلاح بيشوف الصح هو فين اكيد طبعا هو المثال الاساسي للمواطن الصالح جدا مواطن صالح جدا 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 هو لما سألوه على ندي الجزية قال نعطي الجزية لقيصر اكيد كان مواطن صالح لانه كان بيقول ادفع الدرايب لقيصر هو ما عملش اي خطأ فليه ما يبقى مش مواطن صالح اوه اكيد كان لطيف جدا كان مواطن صالح كان ملتزم بشوفه في كل حياته كان بيروح شغله كان بيعمل الشغل المطلوب منه كان بيقول يعطي الجزية لقيصر فالشكل اللعب بالنسبالي هو كمواطن صالح مواطن الانسان المسيحي الارض ولا السماء السماء الانسان المسيحي مواطن بتاعه السماء اكيد احنا كلنا مواطنين سماويين السماء الاتنين انا لي دور هنا على الارض وانا ناظر لفوق ان يبقى لي دور في السماء الانسان المسيحي موجود على الارض لانه ليه سبب كل بني آدم ربنا لي غرض في حياته لكن الحياة النهائية طبعا أكيد السماء المسيحي الابجد المناطم بتاع المفروض يكون في السماء لأنه لابجد في مسيحيز ما كانوا مش حيبا في الأرض يعني مفروض السماء طبعا السماء، السماء جدا لأن الأرض هو آل في الأرض اللي هنا طبعا 하루 ياريبع، دلق فاشنا نستطيع لل週 نام ولكن هذا شيء وقتي بب asking هذا شيء وقتي جدا علشان يعيش بعيدين مع السماء في السماء المسيح المؤمن ولا المسيح العادي لو المؤمن فأكيد موطنة السماء لما كفيه مسحيين إسميين فهدول ربنا معاهم بقى أهلا بيكم معنا مرة تانية طيب يعني الأسئلة فتحت لنا طبعاً فجوة في الحوار لأنه تلات أربع ناس دورها لمواطن سماء أو مواطن في الأرض ده شق لا فده حاجة لازم نتكلم عليها حاجة تانية لازم نتكلم عليها هل التعليم بيقول برضو أن احنا ماشيين وعابرين ونعمل الشغل لنا زي المسيح أنا في رأيي كان هو عنده هذا الوضع الفكري أنه كان مختلع أنه عابر كان يومين ما قضيهم عنده مهمة يغيرها ورسالة جميلة ومغيرة وغيرة البشرية كلها معنيش أي مشكلة معديه لكن ما نلبسهاش رداء الوطنية وهل الوطنية هل رسالة المسيح ولا مختلفة؟ أعتقد سئلة كتير أبتدي مين؟ أبتدي معك يا إيوة لو سمحت هل هل أنا أنا مسيحي ولا مصري ولا سوري ولا ليبي ولا أي أنا أنت بيصناف نفسك زي ما هم بيصناف أنا طبعا مصرية مسيحية لكن أنا في الأول أنه في الأول مصرية مسيحية أوكي يعني أنا عارفة أن معظم اللي جاوبوا قالوا مكاني السماء وعابرانين حداشر بيقول أنهما كانوا غرباء ونزلاء يعني جست بيعدوا من هنا لكن كانوا عارفين أن موطنهم الفاينال دستينيشن آخر حتة رايحينها النهاية بتاعتهم هي في السماء بس لأن كل الناس بتوعز من عبرانين حداشر أن ما ترتبطش بالأرض وما ترتبطش بأي حاجة هنا وخلي مكانك السماء أنا عاوز أقول سحابة الشهود يا حضرة الأسيس وصلحني اللي موجودة كلها في عبرانين حداشر كلهم كانوا مواطنين نفس الأصحاح يعني ايه مواطنين يعني ايه مواطنين بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد ما عادش يصلي ويترعش وانتظر المجيء الإلهي بنا فولكن كالنجدة للناس يا لقد بالوطنة إيه ده قمة الوطنية أنت عملت لي مكان ألجأ إليه لأن في حاجة جلل هيحصل في الأرض اسمه طوفان كويس ده مش وطني وطني طوفان جاي يبيد البلد أنت عملت فولك ده راجل في سحابة الشهود اللي عارف اللي مسكنه ونهايته ووطنه الأخير هو السماء شكرا إبراهيم لما دعي أطاع عمل إيه قاعد يصلي على جنب خرج للمكان اللي كان عتيداً أن يوجد فيه سابه إبراهيم سابه كل حاجة ومش راح أسس أسس حياة مستقرة لها ملامح إنسان غني مثمر عنده نسل بس إبراهيم ما كانش بيتعلم يا إيفا أنه أنت عابر من هنا وما كانك في السماء ده كتاب بيكلم عن دول بالزيت اللي لهم التايتل بتاع الغرباء والنزلاء وموسى أبى أن يدعى ده ثوري ده من الصوار مش وطني بس أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلاً بالأحرى أن يزل مع شعب الرب ده من بتوع الميادين يعني وعمل وقلب الدنيا تصرف غلط ولماها بعد كده وزبط الدنيا وقبل أن يزل مع شعب الرب عشان بيلونج الشعب وشايف إن الشعب ده مظلوم وصمم يعمل ده وطنية ولا مش وطنية لا موسى أبو الوطنية طيب رحب أنا معاكب المسيح إن كده ما كانش كده نو 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 خشي أسيس يعني المسيح إنه هو ما يقول إنه هو كان يقول يطوف المدن كلها والقرى يعلم فيما جميعها وياكرز ببشرة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب فيه أكتر من كده وطنية يعني يعني طيب ما هو كان يكتفي باللغة ما هو كان الممكن المسيح ينزل ويتسلب ويموت ويقوم وخلص وخلصت الفداء ليه جيه عاش جيه عاش لأنه عايز يدينا pattern of life وهو والpattern of life كان عايشه في وسط ناس في وسط مجتمع وما قدرش أقول إن المسيح ما غيرش المجتمع تغيير المسيح للمجتمع جه بصورة مختلفة عن أي تغيير تاني لأنه لأنه يعني غير التغيير الحقيقي اللي هو غير في النفوس اللي بتغير في المجتمعات دلوقتي أنا بيجي لي رسالة شخصية من التعليم ومن اللي بشوفه على الميديا المسيحية أو التعليم الكنسي إنه أنا لدي رسالة زي ما المسيح كان لدي رسالة إن أنا غير المجتمع الحوالي وحبه واخفر له وكله إلى هذا لكن ما لكش عب الوطن المسيح ما كانش عب الوطن وغير الناس الحوالي وأنا أحترم ده ده غير اللي عمله نوح واللي غير اللي عمله موسى إنه غير في دوائره الخارجية وحسن الوضع الاقتصادي والمدي والسياسي لشعبه فهل المفروض عمل زي المسيح ولا عمل زي نوح وموسى أي مجموعة أنا بغير فيها أنا بغير في الوطن ما هو الوطن إيه غير مجموعة من الناس عايشين مع بعض أيوة لا مختلف حدث إزاي يعني ليه أنا عايز أقصر إنه تغييري الوطني إن صفتي بالوطنية أو اتصافي بالوطنية يندرك فقط تحت إننا لأننا ممكن راعد على الجبل وغير في شوية ناس ونتعلم مع بعض ونتعلم مع بعض وخلاص وقعاديين في البوطاقة الصورة بتاعتنا أنا قمت بدور ربما مش أنا اللي هاوصل إن أنا غير السياسة لكن أنا غيرت الشخص اللي هغير في السياسة وغيرت في الشخص اللي هغير في الاقتصاد يعني هالغندي الشخص اللي علم غندي ودربه هاي الشخص وطني؟ هو شخص وطني لكن دوره مختلف عن دور غندي أعتقد عمله لم ينتج عنه تغيير وطني لكن تغيير في دائرة صغيرة في رأي بعض الناس أنانية إنه أنا أخدت قلة قليلة وهاخدهم السماء أو قلة قليلة وهنفد بيهم في الصحراء أو قلة قليلة وهيبقى حزب حاكم نظرة أنانية لمجموعة غير مبالية هو ده كان هدف المسيح بالوطن اللي هو عيش فيه ده كان هدف المسيح؟ هدف المسيح إنه عمل إيه؟ بعد معلمهم مسيح عملها بزكاء لأنه عمل إتناشر ورح معلمهم اللغات مختلفة وانتشروا في العالم طب خلينا أقولك يا مايكل مش بنتكلم على الإتناشر تلميذ الرب ياسوع وهو بيصلي الصلوة اللي من كل قلبه آخر ميراث ده ميراث فعلا في يوحنى 17 كان المفروض يقول لهم بقى عدوا على جنب شموا ولموا في بعض كده هو وحفظوا على روحكو عشان تروحوا سلام قالوا لست أسأل أن تأخذهم من العالم وصية صريحة أنا عاوزهم في وسط العالم مش عاوزهم ممفصلين عن العالم والمؤمن اللي بياخد جنب الوحده ويحفظ على روحه هو لا يمط بصلة لدعوة الرب اللي هو دعينا دعيني أتورط في العالم وأتورط في أنظمة البلد ودعيني أتورط في كل احتياجات البلد المحيطة بيا اللي بتؤدي في الآخر هو لما قال مش هتوسخك طيب يا إيفا إذا فسد الملح فبماذا يملح وهو بيتكلم عن الكونسبت بتاع الملح اللي ينظف ويطهر ويعمل الحاجات دي هو مش خايف عليهم ده قال إذا النور اللي فيكم ضلمة فالظلام كم يكون إنتوا مدعوين تنوروا خشوا في عز الضلمة نوروا خشوا في وسط الفساد ملحوا عشان إنتوا مدعوين إن تعملوا الحاجات دي وأنا مش عاوزكم تنفصلوا عن العالم كلام صريح لاسته أسأل ما كان يصلي للأبو يقوله خليهم جنبك احفظهم علشان ما يعملوش أي حاجة غلط لا ده بالعكس يعني وأنا بقول لحضرتك من عبرانين 11 رحاب دي سياسية ولا مش سياسية رحاب اللي نصب الرب اللي ليه كل المجد إنه من ناس لها رحاب الزانية لم تهلك لأنها قبلت الجسوسين بسلام ده شغل سياسي جامد مش شغل مجتمعي ولا شغل حاجات زي كده هو ده عبرانين 11 بتاع الغرباء والنزلاء كويس أنا فهمت إنك تحول ليه كويس قوي بالعكس أنا أنا مقتنع بيه لكن رغم إن أنا مش شايف المنطقية اللي انتو بتقولوها في الموقف بتاع المسيح لكن مقتنع ده المرفوض يحصل بغض النظر عن نظرتنا فيه طب إزاي يحد الأسيس نيوزن بين إنه إحنا مسيحيين وإحنا وطنيين في بلد ما عربي أو غير عربي إزاي أوزنها لأن أنا عندي دهوقتي كانوا اتنين بيشدوا ناحيتين من الحبل يبقى مسيحي فحفظ على طهارتي ونضفتي وملحي عشان ما ببقاش بايز وفي نفس الوقت أكون وطني وبفيد مجتمعي وبفيد نظامي وبفيد المنصحقين وده العاقة والفؤرة وبغير في النظام اللي أعيز أقوله لك يا مايكل إنه رؤيتي للفكرة ديت إنه إحنا عندنا دايما نزعة إن أنا أفصل ما بين الروحي وغير الروحي المقدس والساكلر زي ما بيقولوا أو العالمي دي مش رؤية المسيح رؤية المسيح يريد إنه المسيحي يكون بينغمس في العالمي عشان يغيره حتى لو بيوسخه هو مدعو إنه هو ياخد باله المسيح مدعو إنه هو ياخد باله إنه هو يعني لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير فهنا ما دعوين إننا نكون مشتبكين مع قضايا المجتمع مع القضايا السياسية مشتبكين مع قضايا العمل إننا نكون وإنا مسيحي أنا مواطن صالح وأنا مسيحي أنا بشتغل كويس وأنا خادم جوة كنيسة أنا خادم برى كنيسة فكرة الخدمة مثلا دايما بنقصرها على الكنيسة من قال إن الخدمة جوة الكنيسة؟ الخدمة هي برى الكنيسة الإنسان المسيحي هو خادم لمجتمعه خادم يعني مغير خادم يعني مؤثر بزبط الفكرة الدائمة إنه هو أنت مسيحي ولا مصري أنا مسيحي مصري لاتنين حتى لما بتقول الأول مسيحي اللاتنين زي بعض أنا مقدرش أنا يوسف مسيحي ومصري في نفس الوقت مقدرش إن أنا أقول دي أهم من دي لأن الاتنين بيؤثروا على بعض أنا مسيحي بأخد أخلاقيات المسيح قيم المسيح اللي أنا تعلمتها اللي اتزارعت جوايا علشان أكون بعيشها في وسط المجتمع اللي أنا أما إحنا مدعوين إن إحنا غير المجتمع إزاي إلا لو أنا فعلا مواطن مسيحي بعيش هذه القيم في وسط المجتمع اللي أنا اتزرعت فيه موسيقى